مرحبا بكم أعزائي التلاميذ سنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيميا سنعتمد على كتاب إنيفاق بلوش قميغاني كولير في تقديم دروس السنة الأولى وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتمها في فصلكم الدراسي فمرحبا بكم مرة تانية عنوان الدرس خلال هذه الحصة هو أختار الطيار الكهربائي خلال هذه الحصة سنتعلم كيف نبحث عن العطب الكهربائي في دارة كهربائية بسيطة كذلك سنتطرق إلى مفهوم الدارة القصيرة ما يسمى لكوغ سيغوي كذلك سنتعرف على بعض أختار الدارة القصيرة وكيف يمكن أن نتفادى هذه الأختار ثم كذلك سندرس أختار الطيار الكهربائي بصفة عامة وكيفية الوقاية منه الفقرة الأولى من هذا الدرس هي البحث عن العطب الكهربائي نقوم بالتجربة التالية نركب دارة كهربائية بسيطة من مصباح وقاطع ومولد وثلاثة أسلاك للربط بحيث أن أحد هذه العناصير يكون متلفاً نحاول أن نحدد أي هذه العناصر هو المتلف وذلك باستعمال مصباح شاهد نلاحظ إذن أن المصباح الواحد لا يضيء للبحث عن العنصر المتلفية سنقوم بالخطوات التالية نوصل مربطي المصباح شاهد الـ 2 مع مربطي العمود أي المربطين 1 و 6 ثم نلاحظ في حالة إضاءة المصباح الشاهد هذا يعني أن العمود غير متلف نبقي المربط الأول للمصباح الشاهد متصل بالمربط الأول للعمود ثم ننقل مربطه الثاني إلى المربط 6 في حالة إضاءة المصباح الشاهد مرة أخرى فهذا يعني أن سلك الربط F3 غير متلف نواصل هكذا ننقل المربط الثاني للمصباح الشاهد إلى المربط 4 ثم إلى المربط 3 ثم إلى المربط 2 نلخص نتائج التجربة في الجدول التالي نستنتج من هذه الملاحظات أن جميع عناصر الدارة الكهربائية غير متلفة باستثناء سلك الربط F1 فهو متلف لأنه لا يسمح بإضاءة المصباح الشاهد وكأتني بالنقل أن مدر18 في هذه الفقرة الجديدة ندرس مفهوم الدارة القصيرة لكور سيكوي ننجز دارة كهربائية تضم عمودا ومصباحين الواحد والزوج ثم نصل مربطي المصباح الواحد بسلكين كهربائي قصير ملاحظ أن المصباح الواحد لا يضيء بينما إضاءة المصباح الزوج تصبح أكثر شدة نستنتج من هذه الملاحظة أن شدة الطيار التي تمر في المصباح الزوج قد ارتفعت إذن شدة الطيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية ازدادت عندما تحصل دارة قصيرة في جزء من الدارة الكهربائية ترتفع شدة الطيار الكهربائي ويمكن أن يكون لهذا الارتفاع في شدة الطيار الكهربائي عواقب على الدارة الكهربائية فما هي أخطار الدارة القصيرة ننجز التجربة التالية باستعمال منبعين ضغط والطرق بالضبط وجهاز أمبرمتر ومصباح وصهير نرفع تدريج شدة الطيار الكهربائي في لحظة ما ينقطع الطيار الكهربائي بسبب انقطاع سلك الصهير يؤدي ارتفاع شدة الطيار الكهربائي الى ارتفاع درجة حرارة سلك الصهيرة فينصهر وبذلك تفتح الدارة الكهربائية إذن يمكن استعمال صهيرة للحد من أخطار ارتفاع شدة الطيار الكهربائي التي تنجم عن حدوث دارة قصيرة نعيد التجربة السابقة بحيث ننجز دارة كهربائية تضم سلك ربط من النحاس جد رقيق نحدث دارة قصيرة بين مربطي المصباح فنلاحظ بعد لاحظات ان سلك الربط النحاس الرقيق ينصهر وبذلك تفتح الدارة الكهربائية نفسر ذلك بكون حدوث الدارة الكهربائية ادى الى ارتفاع شدة الطيار الكهربائي مما ادى الى ارتفاع درجة حرارة السلك النحاس الرقيق فانصهر وبذلك تفتح الدارة الكهربائية ونحد من خطر حدوث الدارة القصيرة لاحظ نفسي اكبر من خطر حدوث الدارة الكهربائية احذرت ان شخصة يعد لديك كثيرا من خطر حدوث الدارة الكهربائية لاحظر لديك احذرت الأidarغمان ويشد تحضر مقاعدة لحظر هذه الى ارتفاع تفيلة لقد أن دارة كهربائية وضع تحضر شأريك لقد ان يضع لديك هكذا تحضر لإستخدام سيارات التعليقية وإن خطر حدوث الدارة الكهربائية يجب أن يجب أن نس Arkانسي أيضاً فهي هو تزالع إبداما في المقال الع чтобы العملك إذا كنت قليلاً إليه وإلى الفناد المنزل المنزل المثال أكثر من إليه و ومن ثم أسفل ومن ثم يجب أن يجب أن الدور الإلكتر会 في هذه الفقرة من الدرس نهتم بأخطار الطيار الكهربائي وكيف يمكن تجنب ذلك بعد التصرفات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة مثلا عندما يشتغل شخص ما على جهاز كهربائي مرتبط بمنبع للطيار الكهربائي أو عندما يتناول طفلا صغير أداة حادة يدخلها في مأخذ الطيار الكهربائي وكذلك عندما نشغل عدة أجهزة كهربائية في آن واحد على مأخذ للطيار الكهربائي متعدد المخارج جسم الإنسان هو موصل للطيار الكهربائي وتتزايد خطورة الطيار الكهربائي حسب ارتفاع شدة الطيار الكهربائي من خلال هذه الوطيقة نلاحظ أن شدة الطيار الكهربائي واحد أمبير قد تؤدي إلى توقف ضربات القلب مثلا قد تستخدم paso وحديث اتغ altre مacaksا كذلك كنة منه الشيال الكهربائي الن части البداية ترجم إليه Resource ترجم إليه ترجم إليه . ترجم إليه قديم إليه ترجم إليه لا ترجم إليه إليه لفتحة مباشرة في مكان مباشرة لا تنسيح لفتحة مباشرة إلا أن تنسيح لفتحة مباشرة يجب أن تتعب على إيقافتها وكذلك تنسيح لفتحة مباشرة a l'aide du disjoncteur. Comme évaluation à notre leçon on résout les exercices 7 et 10 sur la page 214. Dans l'exercice 7 on nous présente un circuit électrique qui comprend un générateur et trois lampes L1, L2 et L3 l'une des trois lampes est grillée. A partir des observations décrites dans le texte, on nous demande de déterminer quelle lampe est grillée. La réponse de l'exercice 7 La lampe L3 est la lampe grillée car le courant électrique passe par le fil de connexion qui provoque le court-circuit et ne passe pas par la lampe L3, ce qui permet le passage du courant dans les lampes L1 et L2. Dans l'exercice 10, on nous présente trois circuits électriques dans lesquels on réalise un court-circuit. On nous demande de déterminer quel élément du circuit est court-circuité dans chacun des trois circuits A, B et C. On nous demande aussi de préciser par quel élément passe le courant électrique et dans quel cas la lampe éclaire-t-elle ? Quel circuit présente un danger quand il est court-circuité ? La réponse de l'exercice 10 Dans la première question, La lampe est en court-circuité ? Dans le cas A. Dans le cas B, la lampe et le générateur sont tous les deux en court-circuité ? Dans le troisième cas, le circuit C, c'est la lampe et le moteur qui sont tous les deux en court-circuité ? La réponse de la question 2 Le courant électrique traverse le générateur et ne passe pas dans la lampe en ce qui concerne le circuit A. En ce qui concerne le circuit B, le courant électrique traverse le générateur et la lampe. En ce qui concerne le circuit C, le courant électrique traverse seulement le générateur. Pour la troisième question, la lampe éclaire seulement dans le circuit B. Pour la quatrième question, le court-circuit est dangereux dans les cas A et C, car dans ces deux cas, le générateur va s'épuiser. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. شكرا